وأنا أريد أن نتوقف هنا إذا كان هذا الأعربي الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف حالهم إلا قل منهم إذا كان هذا الأعربي لا ينظر إلى مال ولا ينظر إلى غنائم لما هو يريد الجنة ويريد الشهادة سلعة الله الغالير فما بالك بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أعربي يعني يعيش بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف الكثير من الشريعة لكنه كان صادق القلب صادق النية فصدق الله سبحانه وتعالى فصدقاه الله سبحانه وتعالى فانظر إلى هذا وقارن بقياس الأولى مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فهل الأعربي لا يريد المال وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا من أجل المال وخرجوا من أجل الغنائم كما يقول بعضهم إنما والله هذه فرية يعني مفترى على صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نحن بقياس الأولى نقول أنظر إلى هذا الأعربي الذي استغنى عن نصيبه من الأموال وقال لم أبايعك على هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر